اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزراء كلف اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزف 12 ان ده يكلف وزير التضامن الاجتماعي بشط بجمعية الاخوان المسلمين من سجل الجمعيات الاهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي ده كان يعني القرار الخطير التاريخي اللي النهاردة اعلنوا انهم يكلفوا وزير التضامن ان هو يحل جمعية الاخوان هي مجرد حت الجمعية لا معنى لها باسم جمعية الاخوان وكانهم خلاص اعتقدوا ان حل جمعية الاخوان بهذه الطريقة الدرامية السينمائية اللي اتعامل بها كما عمل الكثير من الوزر النهاردة وكان هذا هو حل جمعية الاخوان وان خلاص مصر ستتخلص من جمعية الاخوان طبعا في الحقيقة انا زي ما كنت بقول حركة في كثير من الحلقات هناك فارق شديد بين حل الجماعة والجمعية الجماعة جماعة الاخوان هذا تنظيم موجود بقالوا اكتر من 80 سنة من سنة 28 يعني بقالوا 85 سنة هذا يمثل طيار فكري موجود جوار المجتمع اذا كنا نتحدث عن التصدي لهذا الطيار الفكري المسألة اعقد واعمق واكبر بكتير جدا من قرار يطلع من محكمة ويطلع البرع يقولك ايه خلاص هنشرب جمعية الاخوان وكأن يعني خلاص شرب جمعية الاخوان يعني هو ده طبعا يعني خلاص اللي هيحل وهينه كل مشاكل مصر وكأن يعني هو يعني احنا امام الشخصيات هي سعية لدور يعني عايزين يبحثوا يكون لهم مكان في التاريخ حتى لو يعني لو ان هذا الدور لا معنى لهم في الحقيقة طبعا يعني بالتوازي طبعا مع اكتماع مجلس الوزراء النهاردة بتكليف وزير التضامن بحل جمعية الاخوان او شط بجمعية الاخوان من السجلات الوزارة فيها انبقى تصرفت عن رقاء عقد الدكتور احمد كمال ابو المجد من كياتات جمعة الاخوان بحضور دكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الصابق في الحقيقة طبعا في انباقى كاسرة تتحدث عن موجود مبادرة بيحاول دكتور كمال ابو المجد ان هو يقوم بدور وسيط ما بين الجيش واجهز الدولة بالنحية وجمعة الاخوان احيطا اخرى الدكتور محمد علي بشر يعني طلع بتصريحات يعني انها فيها تماما وجود اي مبادرة من دكتور كمال ابو المجد يعني للتسوية بين الاخوان والدولة وقال ان اللي حصل هو كان مجرد جلسة تشاورية فقط وان تم الاتفاق خلالها على امكانية التوصل لحل سياسي للازمة يعني ان هوا ما تفقش على مبادرة معينة يتم مقتداء خطوات معينة في الاجتماع ده الدكتور كمال ابو المجد يعني طبعا الاجتماع ده حضر عدد من الشخصيات الاخوانية وتحديدا اعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية طالب اعضاء التحالف بان توجد نية للتصارف مع النظام ووقف المظاهرات طبعا على الجنب الاخرى كهدات التحالف يعني جماعة الاخوان طالب الدكتور ابو المجد بان يتم وقف الملاحقات الامنية واطلاق صراح يعني قيادات الجماعة وانهاء حالة التوارئ كمقدمات لكبول المبادرة في الحال يبدو ان هناك بالفعل يعني ارهاصات او بوادر او مبادرة غير رسمية حتى هذه اللحظة الاطلاف بتنفي لكن بالفعل فيه كتماع عامل الدكتور ابو المجد طبعا هذا الموضوع اصار حالة من الجدل والصخب هل يعني الدولة ستقبل التصرف بهذه السهولة ما جماعة الاخوان تمازى عن جرائم الاخوان ليلة الارتكبت هناك جرائم سياسية ارتكبت بحق هذا الشعب وهناك جرائم جنائية وجرائم ارتكبت في احداث يعني احداث الاتحادية وغيره احداث اللي كانت في جيزة الفنطية بين السرياط واعتقد بين السرياط وكانت في الاتحادية تمازى عن جرائم الدم التي يعني ارتكبها اعضاء من جماعة الاخوان يعني قطر فيها كثير من البطن طبعا هذا الموضوع محل جدل يعني في تناوله ما بين كل الجرادة الصدرية يوم الأربعة تسعة أكتوبر نبدأ جولتنا باليوم السابع والمشارط الرئيس يقول أخيرا شطب جامعية الإخوان الببلاوي دكتور الببلاوي رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الأمنية التي عقدت برئاسته بيقول أنه تم تشكيل لجنة لحصر ممتلكات الجماعة تنفذ أحكام القضاء والدكتور كمال أبو المجد المفكر الإسلامي المعروف يتوسط لعقد اجتماع بين الجماعة والحكومة والدكتور محمد علي بشر القيادة الإخواني بيقول أن دي كانت مجرد جلسة تشورية ما فيش أي مبادرات دي مجرد حاجة تشورية ننتقل لروزر يوسف تتحدث عن نفس الموضوع بتقول شطب المحزورة من السجلات والأمن يلاحق حلفية في الحقيقة أنا شايفني فيه مبلغة في مثل زين العنوين شطب المحزورة مشيه بقهار إداري تم طرح قوار سنة 48 بحل جماعة الإخوان المسلمين عقب اغتيال محمود أهم بن ورشي باشا وعقب اغتيال أحمد الخزندار باشا حين القاضي المعروف حين انتقت جماعة الإخوان بسبب مسؤوليتهم عن تفجال السنة مترو هناك حكم آخر أو هناك قرار آخر صدر سنة 54 من مجلس قواتة الثورة لما اخترف عبد النصر مع الإخوان وبعد حزيس المنشية وتوارط الإخوان في محاورة اغتيال عبد الناصر 77 رفع عضية 93 المحكمة أصدرت حكمها بإنها يعني إلا وجهة لو قمت الدعوة وإن يعني هي مش معناية بهذه المسألة يعني عايز أقول النهاردة ما أسهل إن احنا نطلع قوارات إقدارية والجرائي التحتفي وتهلل وتنشر مشطات شط بجمعية الإخوان وكأن الجمعية دي هي الجماعة وكأننا كده بهذا النقد على فصيل الإخوان المسلمين إذا كنا نودلت أن نتعامل معهم المسألة أعقد من كده وبالتالي يعني ما أسهل إن احنا النهاردة نشر بجمعية الإخوان ونشر بالجماعة ونوزع مقاراتها ولجنة إدارة الأموال بتاعة جماعة الإخوان وغيره وهنفاجأ بإن الطيار الإسلامي سيعود مرة أخرى إلى المشهد السياسي وسيدخل الإخوان البرلمان سواء كان إسم مجلس الشعب أو إسم مجلس النواب سيدخلون تحت عبائة أي طيار سياسي تمنى النهاردة عندي حزب الوسط وهو حزب زي مرجعية إسلامي الإخواني قدر يخشوا من خلال النهاردة حزب مصر قوية وهو بيقوم بدور المحلل كده لجماعة الإخوان والنهاردة كثير من القيادات وأعضاء وأفراد حزب الحرية العدالة النهاردة بدأوا أنداموا لحزب مصر القوية وقام بالفتوح والنهاردة بالفتوح لو حلف على المصعف وننجيل مع بعض مش يقدر نتخيل غير أنه هو رجل إخواني ده رجل كادر من الكوادر الإخوانية ورجل قياده وكان عضو مكتب إرشاد وغير 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 مهما كان من بالفتوح أنه آه دعم خرط الطريق في البداية ورح أقعد معادل منصور ونشق عن الإخوان في انتخابات الرئاسة وغيره لكن في النهاية هو رجل إخواني لحما ودما مسألة دي ده عاملة زي الدم يعني يعني مش هننخدع أن واحد يقولك لا لا خلاص معادلش إخوان إزاي أنت رجل زي مرجعية إسلامية وجماعة الإخوان هي التنظيم الإسلامي الأم مش عايزه في مصر في المنطقة العربية وليها تنظيمها وفروحها الدولية في كل العالم فيعني أنا أعتقد أنه لا يجب أن نحتفي بهذا الخبر هو خبر تافه لا معنى له لا قيمة له أن مجلس الوظهر بيكلف زيه تنوم بحل جمعية الإخوان يعني ده جمعية من ضمن 26 ألف أو 23 ألف جمعية مع رشو قد يكون رقم أكتر من كده على ما أذكر يعني الرقم يتجاوز الرقم أعتقد ممكن يتجاوز إلى 40 ألف جمعية القضية مش جمعية الإخوان القضية هي فكرة الإخوان فكر طيار الإسلام السياسي هذا هو ما جعل المصريين يخرجون في الشوارع في 30 ستة ولما جاء الفريسي صلى بالتفويد يوم 26 سبعة الناس خرجت الناس خرجت بعد ما بدأ وظهر من جماعة الإخوان من فشل والسئسار والسقطاب وكأنهم يريدون أن يلونوا مصر بلون واحد وباتجاه واحد من شيء دي مصر اللي احنا كنا عارفينها يعني إذن أنا عايز أقول أن حكم الشعب على جماعة الإخوان هو كان أسبق وأهم من حكم أي محكمة وهو أسبق وأهم من أي قرار إداري مجرس الوازي يعمله فالنهار دا إذا كنت عايز أتصدى لفكر بقى الممارسة السياسية المساعدة على المرجعات الدينية لا دا المأسل أكبر من كده طبعا عندي النهار دا المادة تانية في الدستور ما زالت هذه المادة تؤاسس للدولة دينية ما احترامناك كامل المادة تانية الموجودة دي مش هيدي المادة اللي كانت موجودة في دستور 23 موجودة في إعلان 54 وفي دستور 64 حتى 71 تم تعديل هذه المادة وكل مش هيدي في المصدر مش مصدر للتشريع المصدر الرئيسة وكأنك تعرفها بالألف واللام وأنك تقصرها باعتبرنا الشعر الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وكأنه والمادة التالتة اللي عمنا عليها هصة وقالة وجدد دا كلام فاضي دا الحاجة كده تفرح العيال بثلاث تعريف ما لهاش أي لازمة يعني هي مادة دي لا وجود لها في الحياة دا دي مادة كده داخلية لتنظيم الأحوال الشخصية والشروع الدنيا واخترى قلات الروحية أكتر من كده ما لهاش أي وجود لكي نهارد حيني أنا أتحدث عن مفهوم الدولة الدينية الدولة الدينية موجودة فالعايز النهارد يتكلم عن إن إحنا عايزين نتصد بقى الفكر الممارسة السياسية للإخوان الموضوع كبير الموضوع اللي محتاج دستور بجد والدستور اللي يطلع بها رغب كل ما أنا أرى إن في مكتسبات دستورية حقيقة هتحصل وفيه في تطور ديمقراطي بيحصل في البيض وفيه دستور كويس هيتحط وفيه حجاكتين لكن في النهاية مش هو ده اللي إحنا عايزين إحنا عايزين إذا كنا نريد مصر حديثة مصر تضارع الأم الكبرى عايزين مصر تنطلق زي أي دولة أوروبية زي أي دولة في أمريكا الشاملية وأمريكا الجنوبية مطلوب المسألة لأن إحنا عندنا إشكالية مبينة علاقة الدين بالدولة فيه إشكالية موجودة وكلام ده إيرو مبارح الدكتور مصر فيه في أحد الحديث التلفزيوني أعتقد على قناة النهار هناك إشكالية في فكرة الديب يعني أن النهار ده من الهند أفقر مني وأكثر سكاعدة يعني كان الدكتور فيه مبارح بيعقد مقرد من مصر والهند نسكونا نتحدث عن الفقر ده الهند أكثر فقرة من مصر لو هنتكلم لو هنتكلم عن التكادس السكاني ده الهند أكثر يعني عايز أقول من حس التعداد السكاني نتكلم في بلد بتتجاوز المليار ناسنا أنا إيه بأتكلم في 8-25 ولا 90 مليون ناس ما حتى ده كلام ده مجوش محافظة في الهند ولا محافظة في الصين يعني يعني ما تجيش مقاطعة في الهند أو في الصين في إذن القضية هي أننا لدينا حالة الشباك في علاقة الدين بالدولة لدينا حالة استقطاب موجودة يؤسس لها واقع دستوري معين أصبح لأسف عامل زي اللغم مش يدر أن تصد دوله لأن للأسف الشديد يعني الفكر الليبرالي والقول الليبرالية اللي موجودة في مصر النهاردة مش بالقدر المطلوب يعني أنا أذكر أستاذ كبير مكر رحمد أحمد لما كان بيكلم سنة 2009 وهو أول ما انطلح الفكرة عادت النظر في المادة التانية يا جماعة ده هذا كلام ده مبارك هذا دستور لكل المصريين دستور يؤسس لدولة حديثة لا معنى للنص على دين معين للدولة وبالتالي هذا الدين بيرسخ لواقع معين لكون فيه مواطن بينتمي ليه يزن هو يحظى بميزة معينة لا يحظى بها مواطن آخر لا ينتمل هذا الدين دي مش مهمة الدستور مهمة الدستور ان هي بتنظم علاقات مؤسسات ايه علاقة الدولة بالقضاء ايه علاقة القضاء مش عارف بكذا ايه علاقة سلطات الدولة ازاي تتنظم حقوق للمواطنين واجبات على المواطنين حريات الدستور بيكفلها وبيحميها فيه أشياء كثيرة هي دي مهمة الدستور مش مهمة الدستور هو قاعد بيرسخ الواقع ديني وقاعدين بنخش من عك لعك ونكلم في مادة الرابعة والناس النهار دا عايزين يتكلموا فكرة مبادئ الشريعة يكون هي الحاكمة للعفة الأزهر يكون هو المرجعية فيما تعالج بتفسير مبادئ الشريعة تم اكلف مبادئ الشريعة دي كلمة مطاطة تم اي حاجة في حال نهول مبادئ الشريعة لو هتكلم في الخضارة اللي في الشارع وتسعيرته هتكلم في مبادئ الشريعة نحن حتى هذه اللحظة لم نملك القدرة ولم نملك الرغبة فإن احنا فعلا عايزين ننظف البلد إذا كنا عايزين ننظف مش هقوله النهار دا حل جامعية الإخوان ايها فرحية ايها حل ايها جامعية الإخوان هو الأخوان ما هم موجودين في الشارع وموجودين النهار وان كانوا موجودين بشكل كامل بعد كل ما يموني بهم الخسائر موجودة والشعب كرههم وبيش نعلمهم في المواسطات العامة وفي المترو وبنسمع كلام دا كل لكن الإخوان ما موجودين والنهار دا عايزين فشل إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وما بها من إخفاقات وفشل القوى المدنية والأسف الشيء إن كله بيجر على مصلحه الشخصية كله عايز يقفز على كرسي هنا ويقفز على مصلحه هنا وعايز يستحوز على هنا هذا الفشل هو الذي سيعيد الإخوان وانا كلام دا بقوله وفتكرهولي إذا ربنا أراد وكملنا مع بعض فيما هو قادم من أيام أو من سنوات فشل إدارة المرحلة الحالية هو الذي سيعجل بعضة الإخوان إحنا مكناش ندخلنا حسن مبارك عصره هي جاعة مرة تانية حسن مبارك اللي خرجنا في 25 ناقل 2011 وفي جمعة الغضب اللي كانت يوم 28 يناير و29 يناير وخرج حسن مبارك 11 فبراي 2011 وكنا قلنا خلاص دا احنا خلصنا من الكاموس النهار دا حسن مبارك بيحتفى بتسريباته وبالأحاديث بتاعته وحسن مبارك وبتنشر في اليوم السابق فكسير من جارة كان بتتوارب نشر يعني أشياء عن تاريخ حسن مبارك فالنهار دا تالي بدأ فيه حالة تعطف النهار دا أنا كنت في مبارك بتقول لي يعني بولا أنت شكك كده بتقول لي دنالية فخر وبتقولها كده وبجرأ يعني لحنا كنا نبارح لما واحد يقول لك من الأسفينة رئيس دا كان بيدارة اللي يقول لك أنا كنت عده في حزب واطن دا كان بيستخبأ كده اللي يقول لك لا أنا ما عاربش دا أنا مكنش لي عضوية دا العضوية دا يعملوا لي كده اللي مكنت شعب فعنا حاج النهار دا بيعود يعني هذا التوجه الفكر مرة أخرى وبقوة وبجرأة شديدة جدا فإذا المسألة يعني أعتقد أن أخطاء المرحلة الانتقالية التي تلت بحكم حسن مبارك هي التي عجلت بعودة التعاطف سريعا لعصر حسن مبارك وأعتقد أن أخطاء المرحلة الانتقالية للمرحلة الحالية هي التي قد تعجل صحيح الأخوان مش هيعودوا للزرعة الماشر لكن قد تعجل بعودة الإخوان بشكل أو بأخر إلى الحياة السياسية وأنشوف أنت فات مجل الشعب الجاية وأنشوف عناصر الإخوان هتنزل وهما بيعرفوا نظام نفسهم وبالتالي المسألة يعني إيه وكأنك وزيد مغازيت يعني في الحياة هو المخي إذا تلاحظت أنا هكامل بسرعة ملف دا علشان إيه يعني أخلصه كله جلت التحيير في الصفحة الثانية أيضا متهتم بهذا الموضوع وبتقول مساعد وزير العدل في حياة المساعد وزير العدل بيقول أن المستشار عدل عبد الحميد وزير العدل هو رئيس لجنة حصر ممتلكات الإخوان والمستشار أبو عالم بيقول أن اللجنة تجتمع خلال أيام بديماء لجنة حصر الممتلكات خلال أيام وأول قراراتها تشكيل لجنف رعية الحصر الممتلكات ووزارة التضامن أيضا في التحيير بتقول أن حل جمعية الإخوان نافذ وواحد اسمه هانيم هنة والله إحنا هو مش المذكار هانيم بيقول سنسكت الجامعية من السجلات المعتمدة بالتضامن والحكومة تثبت أن أيديها ليست مرتعشة طيب ماشي وأيضا التحرير في الصفحة الثانية تنشر تقارير هيئة المفوضين بحل حزب الحرية والعدالة يعني بالمرة تنوى لخمسة الحالة هيحل الحرية والعدالة وفي مصدر قضاء بيقول أن حل الحرية والعدالة هيكون بعد عطلة عيد الأضحى وينه بريس مجلس دوره بيقول إن الحزب الإخواني سيواجه نفس مصير الحزب الوطني الحزب الوطني برجع تاني النهارده نروح إلى الأهرام الأول الأهرام في الصفحة الأولى بتقول فشل طلاب الإخوان في احتلال ميدان النهضة سبع مصابين بجامعة الزأزيق وإضراب كلية الهندسة جامعة القاهرة والوقت في صفحة اللي بتقولها الإخوان يشعلون الجامعات بالملوتوف والخرطوش إصابة خامسة والقبض على ثلاثة في الزأزيق وطلاب المحظورة يهتفون سيسي لدخول القاهرة وأيضا الجماعة تلجأ لدكتور أبو المجد في معانا في جديد طوالات الجماعة تلجأ لأبو المجد للوساطة مع الجيش وتطلب الإفراج عن الشاطر والكتاتني ده على خلفية المشارطة التحتية الخلفية السفلية لتحت الأرض وإنهما بيطلبوا يعني الإفراج عن الشاطر والكتاتني والتحرير في الحقيقة في الصفحة الأولى بتصف هذه المبادرات أو ما يتراد عن مبادرات بين جماعة الإخوان والدالة بيقوم بها الدكتور كمال أبو المجد بتقول إن دي مصالحة خيانة الدم أبو المجد يتوسط لإنقاذ معانا جماعة تحيير أبو المجد يتوسط لإنقاذ الجماعة بعد مظاهرات الإرهاب في ذكرى نصر أكتوبر الدكتور محمد علي بشر قيد الإخواني يشترط لقاء الجيش والإفراج عن سجنائهم وأبو المجد بيقول إذا أزنت مسؤولين في الحكومة وسياسيون بيقولوا تصارح الدولة مع الإخوان هي خيانة للملايين التي خرجت في 30 يوني أعتقد النهاردة أن القصيدة لا تصالح أو لا تصالح لا أمل دونك الأعتقد أنها خير من يعبر هذا المشهد يقول فيها البيت الشعر الشهير ترى حين أفقع عينيك وأضع مكانها جوهرتين هل ترى تلك أشياء لا تشترى أعتقد أن هذا هو أبلغ دليل يعني أن تلك أشياء لا تشترى الدماء لا تشترى إذا كنت أنت لا تقبل أن تفقع إحدى عينيك حتى لو وضعت مكانها جوهرة يعني ترى حين أفقع عينيك وأضع مكانها جوهرتين هل ترى يعني رغم للعين دي أنت حضرت مكانها جوهرة من الماس أو من اللؤلؤ في النهاية هذه الجوهرة مهما كانت غالية هي لن تعودك عن النظر اللي انت فقدته بفوق العينين فما بالك النهاردة يعني ان دي بقولك هل ترى تلك اشياء لا تشارك دي نعمة لا تشارك فالنهاردة دماء الناس اللي سالت في الشوارع في التحدية وبين السريات وفي الجيزة اعتقدت ان تلك اشياء لا تشارك مهما كان يعني الدهب او المجهورات اللي يضع مكانها ده كان موضوع اليوم حيث نرده موضوع جماعة الاخوان هنطع الفصل الصغير وبعد الفاصل بحقيقة عندي ثلاث ملفات ربنا يعني وقدر اقدمهم عندي ملفة خاصة بالارهاب وملفة خاصة بسينة ثم ملفة دستور فصل الصغير وبعد الفاصل نستكمل بقى اخبار حلقتنا النهاردة